المجلس الأعلى ومواقف نبيلة تجاه أشقائهم الفلسطينيين مؤكدا في جلسته الاعتيادية الحادية عشر بالدورة الخامسة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن القضية الفلسطينية هي جرح عميق في الشرق الأوسط منذ أكثر من 75 عاما وأن تحقيق أمن حقيقي في هذه القضية لن يكون إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وشدد المجلس على ضرورة الوقف الفوري والعاجل للحرب الكارثية التي تستهدف المدنيين والآمنين والأبرياء بالقتل والتخويف والتجويع والحصار الشامل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وأشهد المجلس بما تطلع به دولة الإمارات الشقيقة من دور مهم في دعم ومناصرة القضايا الإنسانية النبيلة والعمل على تعزيز التواصل والتفاهم بين الجميع مثمنا المبادرة الرائدة بإطلاق نداء الأديان من أجل المناخ ترجمة نانسي قنقر